موسيقى أحبة الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة من يمعة خير خذت التكنولوجيا نصيب الأسد في كل تفاصيل حياتنا اليومية حتى أننا صرنا نسأل أنفسنا كيف كانت الحياة قبل الموبايل والبعض يسأل كيف كانت الحياة قبل الواتساب والانستجرام والتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي أو مثل ما يقولون سوشال ميديا وهي طفرة جعلت التواصل مثل شكة الدبوس وانت في القطب الشمالي ممكن ترسل رسالة نصية أو صورة توصل لأخويك في نفس الثانية اللي يعيش في جنوب أفريقيا التكنولوجيا وجهزة الموبايل والكمبيوتر اللوحي صاروا جزء أصيل من هندامك اليومي حتى أنه لو ما في إيدك موبايل ولا آيباد تحس أنه في شيء غلط أنا معاك في شيء غلط لكن الغلط مو في الأجهزة ولا التطبيقات الغلط في سوء استخدام هذه الأجهزة اليوم في يمعة خير سنقف على موضوع التكنولوجيا السلبية و بداية أحب أرحب بضيوف الحلقة لهذا اليوم و البداية مع السيد سامر عرفة حلو سهل فيك سيد و الأستاذ محمد الكعبي مشرف تربوي و الأستاذة نبراس الملة مستشارة العلاقات الأسرية أرحب أيضا بالجمهور الموجود معنا في الحلقة مشاهدين الأعزاء قبل ما ندخل في تطبيقات هذه الحلقة خلونا نشوف هذا التقرير و بنرد الكب من منا يمكن أن يتخيل حياتنا دون الإنترنت و الهواتف الذكية و أجهزة الحاسوب اللوحي إنها حياة بلا معنى هذا لسان حالم من أدمن التكنولوجيا بكل ضروبها و ألوانها و نكهاتها الخاصة جل ما يمكن أن يحلم به الإنسان قبل عقدين من الزمان هاتف أرضي يكون مدعاة مباهى وتفاخر بين أهله و أصدقائه أما الآن فطفل الثالث من العمر يقتني جهازا لوحيا لا يفارقه أبدا في حله وترحاله و أصبح صديق محبب لبعض الأمهات لأنه باختصار يريحها من وجع الرأس و الحشرة بأبسط تعبير أما شبكات التواصل الاجتماعي فحدث ولا حرج ملأت الدنيا و شغلت الناس فهي أصبحت وجبات يومية و حاجة ضرورية للعيش و التعايش وهذه الشبكات قربت البعيد و أفلتت من تطبيقاتها الكثير من الآثار منها ما هو سلبي مغل في السلبية و منها ما هو إيجابي فقد أفرزت التكنولوجيا بكل ألوان الطيف فيها آثارا اجتماعية و نفسية و اقتصادية في كل مناحي الحياة و أصبحت سمة أصيلة لتعريف مصطلح الحياة العصرية و في صورة تناقضية ترى أصدقاء اجتمعوا لجلسة حديث شيقة تحولت و بطريقة تلقائية إلى محادثات نصية الصوت المسموع فيها سمفونية الأصابع و هي تلعب على الكيبورد و كل يغني على ليله أصبحت الخصوصية هي حق مشاع للجميع تتصرب فيها تكنولوجيا المعلومات بما تقتضيه الضرورة وجهل الكثير من الناس في التعامل الحذر مع هذه التكنولوجيا أوقعهم في مشاكل عدة منها ما هدم البيوت و منها ما سرق الجيوب التكنولوجيا ملح الحياة العصرية فالمعقول منه يطيب نكهة الحياة و الكثير منه يحيل الحياة إلى مرارة لا تحتمل نرحبكم مشاهدينا مرة ثانية لكن بندخل في التطبيقات الحين الأستاذ سامر عرفه خبير اتصالات حياك الله أقول لك هلا وسهلا فيك حياك الله يا سيد الأستاذ سامر نبقى نتكلم في البداية عن ضرورة التقدم التكنولوجيا في الحياة العصرية في البداية صفت التكنولوجيا هي سبب رئيسي وفعال في تنمية جميع الأعمال إن كانت أعمال تربوية أو أعمال مثل ما تفضلت في تقريرك السوشال ميديا أو على الأعمال المنزلية دخلت التكنولوجيا للمنزل مثلا على سبيل المثال التكنولوجيا الاتصالات لا تحصل حد فينا إلا الحين ما معه أحدى أنواع أجهزة الهاتف المتحرك لكي يتواصل مع أصدقائه أو مع أقاربه في جميع الأماكن الموجودة تكنولوجيا المنزلية دخلت التكنولوجيا طبعا للمنزل من حيث المايكرو ويف الغسالة الثلاجة إلى آخره طبعا وهاي كمان ساهمت وساعدت في تخفيف العبء عن ربة البيت طبعا في تكنولوجيا الإعلام كما نشاهد نحن الفضائيات والساتيلايت والبث المباشر في جميع أنحاء العالم حيث يمكن متابعة الحدث على الهواء مباشرة في أي نقطة من العالم طبعا والأهم هي التكنولوجيا التربوية طبعا الآن هناك كثير دول ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة تخطي خطوة في جعل مناهج دراسية كاملة على الآيباد بحيث أن الطالب لا يدعي أن يشيل أربع خمس كتب معه هذه نقدر نقول أن هذه التكنولوجيا إيجابية طبعا هي التكنولوجيا بحد ذاتها سلاح ذو حدين إذا أحسننا طريقة الاستخدام والطريقة المثلة والفعالة لاستخدام أو لاستفادة من هذه التكنولوجيا في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافك أنت شخصيا لكي تستفيد منها وتكون موقع إيجابي عليك في المستقبل وفي الحياة الحاضر نعم الأستاذة نبراس نرحبك أهلا وسهلا أريد أن نعرفه يعني الإنسان بطبعه اجتماعي وبطبعه أن يحب يداخل ويحب يكون على تواصل دائم مع أصدقاءه زملائه ولدرجة أن الحين في تصير يعني غروبات في الواتساب أو في البي بي أم أو في شتى نقدر نقول الوسائل الاجتماعية غروبات لا يوجد معرفة يعني أنا مثلا في الإمارات أتراسل مع أشخاص في أمريكا في لندن في السعودية في جميع الدول العالم لكن لا أعرفهم طبيعة الإنسان اجتماعي يعني إلى أي مدى تحقق شبكات التواصل الاجتماعي هذه الحاجة النفسية يعني كم تحقق يعني نعم حقيقة أن الشبكات التواصل الاجتماعي فعلا قدرت تتحقق عالم تفاعلي اجتماعي بحت وخصوصا بالنسبة للناس اللي مثلنا يعني أنا شخصيا عن تجربة شخصية إحنا ناس في غربة حسب ظروف وطننا مثلا أنا وإخواني ما فيه اثنين مجتمعين في دولة واحدة كل واحد من عندنا في دولة لكن بسبب شبكات التواصل الاجتماعي الآن كسرت علينا حاجز الغربة هذا صار نحس نفسي أحيانا عايشة وياهم لحظة بلحظة يعني يبعثون مقاطع فيديو تصوير سم اس يوصل بالثانية الوحدة بحيث كسرت علينا كثير من الحواجز شبكات التواصل الاجتماعي فعلا اختصرت الزمن عبرت القارات عبرت الحدود مثل ما قلت حضرتك أنه صارت تعارف سهل ما بين الناس انفتحت الناس على ثقافات أكثر تعرفها على الشعوب وعادات جديدة ما كنا نعرفها سابقا احنا ما كنا بسهولة ندخل لها لكن بنفس الوقت ما نقدر نقول أنه شبكات التواصل الاجتماعي فعلا نتحقق إشباع نفسي كامل لأنه فرق كبير ما بين التواصل الإنساني الحقيقي يعني أنا من أكون في الواقع جالسة مع الشخص يكون في حرارة في اللقاء يكون في تواصل بصري في لغة جسد في لما أكون جالسة مع أمي أو أبويا في احتضان في تلامس أما التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنا أتوقف عند هذه النقطة نعم أنت شو قلتني الحين قلتني أن في أثناء وجود الأشخاص مع بعض يكون هناك حوار نعم يكون هناك فيه أعطفة فيه فيه دفء في التواصل فيه دفء فرق عما أنك تتواصل مع الآلة مع الكمبيوتر لكن ما نعانيه اليوم نعم أن هناك مجلس أو مثلا الأب يعني واحد قاعد مع أبوه ومه وشغال في التلفون نعم نوع من العزلة صار يعني فيه خرص اجتماعي صاير نعم هذا صحيح هذا أحد السلبيات هذا أحد السلبيات تجد أفراد العائلة الوحدة جالسين في صالة وحدة لكن لا أحد قاعد يتكلم من الثاني نحن قلنا شخص قاعد يتكلم معه شخص في أمريكا وشخص في أوروبا وشخص في جنوب أفريقيا لكن عائلة كاملة في صالة وحدة ما قاعد يتكلمون مع بعضهم هذا يا أخي والسلبيات ليس في الشبكات التواصل الاجتماعي بحذ ذاتها السلبيات صارت فينا نعم بو خالد نعم طبعا كمشرف تربوي نحن رحبك اليوم عندنا متشرفين بوجودك الموضوع اللي طرحت على الأستاذ الخرس الاجتماعي الموجود حاليا في منازلنا وفي مجتمعاتنا يعني انت عارف نحن في دولة الإمارات تنية تأسسنا على التواصل على العادات والتقاليد اللي هي المتأصلة فينا فشو رأيك في الموضوع هذا الخرس الاجتماعي الحاصل والله للأسف واقع برير يعني ان قلنا ان تجد بيت ما يعاني من هذا التواصل الحميم الاجتماعي اللي موجود يعني وللأسف يعني ان وصلنا لمرحلة سلبية يعني اقول لك يعني ان صار في انقطاع تواصل اجتماعي وحلت الوسائل هذه مكان الزيارات اللي كان يحث عليها ديننا في الأساس واجتمعنا الاماراتي اللي تعود على الترابط وتعود على التلاحم الاجتماعي وعلى الزيارات الأقارب فحين حلت مكانها للأسف وصارت بديل رئيسي أنا أقول لك يعني انه وهمشت الزيارات يخبرني أحد الأخواني زهر الله خير يعني يقول لنا نلتقي بحكم بعد الدوامات والارتباطات الاجتماعية وانا يقول لنا نلتقي في آخر الأسبوع كل جمعة يعني في بيت العائلة الكبير يعني ففرض عليهم فرض على أنه لابد أن يكون فيه تواصل موجود بينه بعيد عن بس هذا الرجل هذا الرجل شو اللي خلاه يعني يوصل لها المرحلة يروح يحط صندوق ويا الله اللي با يدخل يعني سوال لهم نظام عمن في البيت استخدام السلبي للمسال الحديثة تعدى من الشيء على العموم أحبة الكرام التكنولوجيا السلبية قد تقلب حياتنا رأسا على عقب خلونا نطلع فاصل وبنعود لكم قبل الفاصل تطبيقات تغزو التفاصيل حياتنا وما زالت يمعد خير تي معنا وياكم ويدد الترحيب بضيوف البرنامج وأسئلة عندي كثيرة الدور عن موضوع يمعد خير لهذا اليوم وهي التكنولوجيا السلبية لكن خلونا نشوف هذا الاستطلاع وبرد لكم والله التكنولوجيا لها إيجابيات ولها سلبيات طبعا في بعض الممارسات يطالها القانون خمس دقائق ماقدر يروم يصبر على التلفون والله كل شيء له وقت أنت ماسك ماسك التكنولوجيا هذه ما تقدر تبعد عنها ثانية هاي البصير ما حينا قام صغير وكبير يسويتي بأس صدق هالزمن ما حد يبشي لبالتلفون المراسلات يعني طالع التلفون أنا شوفه بعيني والله والله شوفه بعيني يطالع التلفون وهو داخل السيارة ويتسوي سيارة تمشي لأنني أنا كم راجع يدير ويرمس ريالة وكلم ريال معين رجل معين ويلعب التلفون يمكن تكون واحد يحس بأنه استخفاف يول والله حتى كبار السن مشغولين يعني يجسوا يطالعوهم يعني يسويه ولعبه لعبه أنا طالع منه كنقدر على العرب اللي يرمس يوم تسوع عند العرب وتم يلعب بلا كبير ويلعب مدلوش الشيء غلط والله هذه ما في لأنك تحطي واحد عند الباب ويوم يدخلون تيمع تلفوناتهم كلهم يعني عظلني سمعت القرار اللي عطاء آخر شيء بو خالد شو قال قال حط حرس عند الباب يمع تلفونات وصلنا لها الدرجة نعم هو أكثر بصراحة شوف احنا سوينا الاستطلاع مع الصغير والكبير والشاي والشاي بكسر خاطري تحس انه متعدي شو رايك بو خالد والله بلا شك ما قالها لك إذا عيش واقع مرير هو يعني من الواقع هذا هو أنا يقودني هذا كلام طبعا إلى نقطة مهمة اللي ثقافة استخدام الوسائل الحديثة هذه صحيح عندنا نحن يعني في شيء ما في غنى عنها سواء في ناحية التعليم وغيره بس هل نحن ثقفنا يعني هؤلاء الطلبة أو المجتمع هذا اللي هو قلنا نتكلم عن صغار السن يعني بسلبيات وإيجابيات هذه الوسائل الحديثة للأسف لا وانا أقولها لا لأننا كنا في اجتماع في مجلس أبو ظبي للتعليم وانطرح هذه الفكرة اللي هي بديل الكتاب اللي هو الكتاب الالكتروني وكنا نحن يعني أنا من ضمنهم كنا نرفض هذا هذا المبدأ يعني من السلبيات اللي موجودة وسهولة الوصول إلى المواقع المحظورة أو إرسال أو استقبال أو التواصل مع عالم افتراضي ربما مفاسدة أعظم المصالحة وللأسف نعم يعني هناك إدمان وانا أقول لك وصلت إلى مراحل نفسية حالات نفسية سببها ربما يكون هذا الجهاز واستخدام السلبي أستاذة يعني شفنا الاستطلاع وسمعنا كلام الأستاذ محمد هناك إدمان حاصل نعم شو الحل شو نسوي عشان ننقذ ننقذ يعني عيالنا ننقذ مستقبلنا والله الإدمان حاصل حاصل أكيد يعني بس ليس عند الكل هذا يتبع ثقافة الشخص نفسه الإنسان هو اللي يسيطر على ذاته هو اللي يعمل كنترول لاحتياجاته مدى احتياجك للتواصل عبر هذه الشبكات أو هذه التكنولوجيا موضوع الأولاد في البيت يفترض هذه رقابة من الوالدين دور الوالدين وينه نحن مثل ما شفنا بالتقرير في البداية يقول بعض الأمهات هم دفعوا الأولاد إلى استخدام هذه التكنولوجيا نوع من التهرب من مسؤولية تجاههم للتخلص منهم لأن الأم صارت مجغولة نعم فإذن نحن جزء من هذه المشكلة نعم لذلك الحل بعد يكون عندنا أنا قبل شوية قبل الحلقة كنت أتكلم مع الشباب بخصوص هذا الموضوع فأحد الشباب قال أنا قدرت أتجاوز هذه المشكلة وأتجاوز إدماني وأترك متاحة عندي كل الوسائل لكني مرة يمكن بالشهر أتذكر أدخل تويتر نحن نتكلم عن الحلول وعن المسؤوليات مسؤولية تقع على عاتقمن وننتكلم عن الحلول إن شاء الله لكن نحن لدينا اليوم حالة موجودة معنا الحالة هذه تحزن الشخص تحزن الواحد دعونا نناقش ونناقش إن شاء الله معاكم الحالة بداية نرحب بالحالة الموجودة معنا هلو سهلة فيك يا مرحبتين أخوية كيف حالك عساك بخير الله عافيك تخبرنا عن المشكلة اللي واجحتها بسبب إدمان التكنولوجيا وبسبب إدمانك على الموبايل والله الموبايل يعني سوىنا أشياء سلبية يعني أنا بقول لك حالتي يعني طالع رايح الدوام ولا بد أن الإنسان يوم يسوق السيارة لازم أتم على هذا التلفون هذا يعني ماسكننا ونضأ ماسك خط وشو يعني على لفة على كسرة وسبحان الله يعني لأني أنا ما منتبه منتبه حق التلفون وخلاص يعني دمان تعودت على هذا الشيء هذا تعودت على خلاص أني يوم طالع لازم هالتلفون يكون فيدي وأني أنا أسوق مرة ما شوف تشوف دقيقة قدامك لازم ترد على التلفون طالع منه نطرشلك منه شو الجديد التلفون نعم يعني أنت كنت تتكلم أو كنت رسائل نصية أو بلاك بيري شو بلاك بيري يعني هو الـ بلاك بيري اللي الأكثر شي يعني أصدقائي على الجانب الطريق من مرة الحديد نعم ومن بعد هذه كممرة ما دريت لأن مرة ما دريت بعمري لأنني أنا في المرقض في المستشفى نتمنى لك السلامة لن تكلم يعني أنت ماسك الـ بلاك بيري يعني ما فكرت عندك أهل يخافون عليك عندك يعني أصدقاء عندك ممكن متزوج ممكن عندك أطفال قد يعني تسبب حزن في بيتكم بسبة الموبايل ما فكرت بهذا الشيء ولو دقيقة وحدة صحيح بس أنك أنت خلاص يعني أدمنت هالشيء لا تقدر تخذها العادة لأنك استوي لك شيء سبب نستسلم يعني قصدك خويا نستسلم للإدمان يعني هذا أنا أدمنت على التكنولوجيا أو على موبايل أو شيء خلاص أستسلم للحالة هذه من تدمن خلاص ما تقدر تغير لأنك يستوي لك شيء سبب يعني ما يتعظ الإنسان لا يستوي لشيء وأنا تعط من هالشيء يعني أنه خلاص أنك تشوف أنت تنش أنك أنت ياسوك سيارة تنش أنك في المستشفى وتشوف لك والدك والديك والدتك أنك صحيحون عليك نعم صعبة جدا أنا يعني محتاج لك معي بعد أكثر لكن بعود لك الأستاذ سامر حالة موجودة معنا في الستيديو يعني شيء يدمي القلب شو رأيك طبعا نحن بالنسبة للاستخدام السيء لبرامج التشات وهي أكثر البرامج التي تلفت انتباه أو تشغل أوقات أغلب مستخدمي وسائل التكنولوجيا إذا منلاحظ بكل بكل برنامج التشات أو بكل برامج المحادثة فيه ستيتوس فيه الحالة يعني في عندك أنا في المدرسة أنا في العمل نائم إحنا ما عم نستخدم هالحالة للأسف يعني نفس اللي صمم برنامج الواتس أب أو برنامج البلاك بيري كمان أعطاك عذر أنت لكي تنقطع عن جميع من حولك يعني أنا في المدرسة فيني أنا أخدت معي على سبيل المثال جهازي بكتب أنا الستييتوس تبعي أو الحالي أنا في المدرسة بفهموا الأشخاص اللي حوالي أو اللي بدي حاولوا يعملوا لي شات أني أنا مشغول في المدرسة أنا أنا نائم أكيد أنا لما أجي بدي أبعث مسج لصديق إلي وأشوف الحالة اللي حاطتها تحت النيك نيم أو الاسم تبعه أنه نائم ما بتوقع أني أنا أبعت له إذا كان صديقي يبعز عليه أقول هذا الشخص نائم أنا بدي أول شيء أشوف مخاطر استخدام هالشيه يعني أنت مدمن على عيني وراسي أي إنسان فينا ومثل ما تفضل لأبو خالد أغلبنا صار مدمنين إن كان في برامج الشات أو في الإيميل أو بأي أمور أخرى تتعلق في هذا المجال أنا ركبت سيارتي مثل ما صارت مع الحاتي الموجودة أنا اللي سببت لحالي هذا الحادث يعني أنا وبالأساس لو حطيت التليفون على السايلنت على الصامت ما خليت شيء يلفت انتباهي أكيد ما رح يعني أنا أقود السيارة أكيد أنا الأشخاص لو ما خففت أقل شيء أخفف أربعين أو خمسين بالمئة من هالأشخاص اللي بحاولوا يراسلوني بالمقابل وعي وإدراكي وأني أحط التليفون على وضعية الصامت بخفف إلى نوع ما من إدماني لأستخدام هذا الشات طبعا هو في النهاية سنحد وحدين ستتين نعم الستتين ممكن أقطع فيها بصال وطماط عشان أتغذى الحالة موجودة معنا يعني وتكلمنا يعني أقلها أقلها بنتكلم عن الأمور التربوية نعم رأيك والله رأي للأسف أن الحمد للعلى السلام طبعا وصلت في مراحل ممكن تكون أشنع من هذه صدمنا يعني بوفيات الحين هذا الحمد لله يعني التقنيات هذه إذا ما حصلنا استخدامها وغيره بلا شك أن راح تعود علينا بمردود سلبي التواصل العالم من الافتراض يحين هذا ممكن للإنسان يستخدم أي يوزر نيم أو اسم مستخدم أي كان وغلبيتها أسامي وهمية أو مستعارة للأسف يعني فالتواصل مع الأطراف الثانيين يعني صارت لنا حالة موجودة عندنا يعني الشاب عمرها خمسة أعشر سنة حدث غرر فيها من الطرف الثاني على أن صديقة موجودة في طرف الثاني باسم مستعار وللأسف طلع رجل تم التراسل غيره وكذا ورسال صورته من باب الفضول من باب نتعرف على بعض من باب بعد فترة انفقدت في البيت ومحيط البيت وين البنت وين كذا طبعا انجبروا يلجئون إلى طبعا للمراكز الاجتماعية وغيرا البحث عن هذه البنت عندما تم البيت وكيف ووين وكذا للاسف سوء الاستخدام مع القنوات هذه الموجودة في العالم الافتراضي الموجود براء وصلت إلى دمار البيوت والعكاس السلبي ورأسنا لعاقب نفس ما ذكرت أنت نحن بنتكلم أستاذ محمد عن هذه الأمور اللا أخلاقية والأمور أقدر أقول لك يعني أعوذ بالله يعني بنتكلم إن شاء الله عنها لكن الأستاذ نبراس أيضا بنتكلم معاك عن المسؤولة المسؤولية الذاتية عن هذا الموضوع لكن خلونا نطلع فاصل وبنعود لكم قبل الفاصل حوادث مرورية قد تكلفك حياتك والسبب موبايل حياكم الله من يديد بنتكلم عن غياب الثقافة الاستهلاكية للتكنولوجيا اللي لها تبعات وخيمة وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني تقدمت امرأة يمنية بدعوة لمحكمة بمدينة عدن تطالب فيها بإلزام زوجها بالمساواة بينها وبين خدمة الواتساب للمحادثة النصية على الموبايل وبحسب مصادر قضائية في محكمة عدن الابتدائية التي تنظر في الدعوة تتهم المرأة في العقد الثالث من عمرها زوجها بالتقصير والإهمال في إداء واجباته الزوجية بسبب إدمانه على خدمة التواصل الاجتماعي تحتها ألف خط واتساب وبشكل غير طبيعي وذكر المصدر أنه في يونيو الماضي أعلن أن عدد الرسائل اليومية التي تم تبادلها على برنامج الواتساب بلغت 27 بليون رسالة أستاذ نبراس ما تعليقك على هذا الموضوع شر البلي يهتم ويوحك صراحي بصراحة أرى التطبيقات والواتساب أخذ جزء كبير من حياتنا هذا أكيد شيء من تهيم من عنده لكن أنا ليس مع هذه الزوجة التي رفعت قضية على زوجها بسبب الواتساب يا أخي يعني الواتساب أولا وأخيرا ستبقى حتى لو صارت علاقات عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك كلها ستكون علاقات سطحية وعابرة لكن أقول لك أن الرجل في طبيعته لما يكون موجود داخل البيت إلا ما سيكون مشغول بشيء معين هذا أقول أن الزوجة من المفروض تخلي الواتساب ولا أي شيء ثاني تعامل معاملة تضرر بالنسبة لها كان هي المفروض تكون أذكم طريقة معينة أذكى بحق تجذب نظر زوجها إليها ليس عن طريق المحاكم لأننا ما سوينا شيء هي بهذه الطريقة ترى محلة قضية هي كل اللي سوتها أنه راح تزرع حقد معين في قلب زوجها أنه هذه الزوجة امرأة جريئة راح تمحكم راح تقضية هي شو بتقاضي ما هو لو ترك الواتساب يمكن حينشغل بتويتر لو ترك تويتر حينشغل في فيسبوك لو ترك هذا كل يعني حيلاقي كيف تشير يقرر ينشغل فيه عفوا أستاذة أعتقد أنه صار فيه بس يعني التباس بسيط نعم الموضوع ما فيه أن هذا الرجل يعني شغل نفسه بالواتساب هو أدمن أنا ما قدر نقول هذا ما نقدر نسمي أنه هذا شغل نفسه استخدام طبيعي واستخدام طبيعي أو تطلقين عليه أنه شغل نفسه هذا ما شغل نفسه هذا أدمن هذا قصر في حقوق زوجته نعم يعني الزوجة هذه لها حقوق وين الحقوق ما فيه يقول لك يعني وأكيد وأنا متأكد أن هذه المرأة ما راحة المحكمة إلا بعد ما يأشت وخاصة في مجتمع اليمن مجتمع اليمن مجتمع محافظ جدا ما يصل إلى القضاء يعني بالسهولة نعم ما هو هذا تقصير من الزوج هذا أكيد إحنا قلنا تقصير من الزوج هذا هنا غياب المسؤولية مسؤولية ذاتية لما تكون غايبة عن الشخص أكيد راح يأذي الأشخاص الأفراد الحوالية هو ما قاعد يأذي ذاته فقط هو الشخص عند غياب مسؤوليته هو لو عارف دوره الحقيقي في البيت كأب وكزوج أكيد ما كان قصر لكن غياب المسؤولية هذه ما عادت عليه بالضرر وحده وإنما ضررت أفراد أسرته إحنا متفقين هذه الناحية متأكدين من عندها نعم أبو خالد نعم خيركم خيركم لأهل لأهل وأنا خيركم لأهل صلى الله عليه وسلم نتكلم عن هذا نحن للأسف نقول هي أكيد ما انجبرت هذه المرأة توصل للقضاء إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل لإصلاح هذا الرجول نعم وأنا أقول هذه الوسيلة تدمر بيت للأسف فهذه القضايا حتى موجودة عندنا للأسف موجودة في محيط دولة الإمارات ويحتاج نحن نستشهد بقضايا اجتماعية خارج الدولة موجودة للأسف عندنا هنا وموجودة في مراكز الدعم الاجتماعي وللأسف أنها سبب في دمار بيوت وطلاق بيوت نعم نقول لك واقع موجود وللأسف والرجل يأخذها بعزة نفس أن امرأة تتحكم فيها أنا تعملي كنترول مثلا استخدم الهاتم استخدم غيره فيصير عناد ويوصل إلى الطلاق وتشتت أسرة والسبب الواتساب نعم والله يعني شيء شيء مؤسف نعم أن يعني يفترقون اثنين بسببت موضوع بسيط ومشار تكون واتساب ممكن يكون تويتر ممكن يكون فيسبوك حطينا متهم يعني كون الواتساب الواتساب صار متهم نعم سامر أستاذ سامر يعني نفس ما ذكرت أنت ما شاء الله يعني أنت الوحيد هنا عندك تكنولوجيا طبعا آخر أحصائية بتفيد أنه أكثر من 400 مليون مستخدم للواتساب حول العالم آخر أحصائية والعدد طبعا في تزايد كبير كونه مجانية التطبيق وبإمكان أي شخص يحمل أحد الأجهزة الحديثة تكمن المشكلة في الواتساب أستاذ الكريم أنه يأخذ جميع الأسماء الموجودة عندك يعني على سبيل المثال أنا خزن رقمك بس أنت مش مخزن رقمي أنا على معرفة بجميع تحركاتك إذا أنت تكتب جميع تحركاتك خاصة إذا شفنا إحنا على سبيل المثال بيكتب لك أنه سينما تايم أنت مش عارف أني أنا براقبك بس بالمقابل أنا براقبك بالضبط يعني فيها انتهاك للخصوصية أكيد انتهاك كبير للخصوصية إذا أنا راضي من أن انتهاك شخصية أنا قاعد أحط أنا قاعد أحط بس هل الطرف المقابل على وعي بالصورة التي يضعها على سبيل المثال لذلك هذه المشكلة أنه فقط نعرف برنامج محادثة أبعت لك ميسج تبعت لي ميسج تبعت لك صورة فيديو كليب أضحك تضيعة وقت هل أنشئ برنامج الواتس أب لهالإشيهات فقط هل أنا فيني أستخدم برنامج الواتس أب فقط لكي أوصل لمرحلة الطلاق مع زوجتي هل برنامج الواتس أب سأخلي أسخره لسبب لأكون عاقل والدي أجلس مع والدي أكيد لا بدي أكون أنا واعي شخصيا أنه له تايم معين له وقت معين ما أوصل للمرحلة التي تفضلت وذكرتها في بداية الحلقة وهي مرحلة الإدمان بدي أعمل كنترول على تصرفاتي أنا ما بطلب من جميع الناس أنها تلغي الواتس أب لا استخدمه بحكمة بعقل بحافظ على خصوصيتك باستخدام هذا البرنامج لأنه له فوعد كثير وفي المقابل أنا أستخدم الواتس أب أتطمن عليك أتطمن عليك لكن ليس أني أنا أدمن أظل 24 ساعة أعطل عملي أكون أفكك أسرتي نحن نتوقف عند عطل عملي لكن مدام أنك فتحت لنا موضوع الرقابة الذاتية أنا أعود للأستاذ نبراس الرقابة الذاتية ما رأيت الرقابة الذاتية يعني هل يفترض إحنا علينا نعم هي هذه أهم نقطة الرقابة الذاتية لأنه التكنولوجيا الحديثة ما في قوانين محددة تحكمها أو ما في قانون يقولك أنت سوي فلان شي وتطبق فلان تطبيق أو لا تدخل فلان تطبيق هذا كل كونترول من عندنا يعني على سبيل المثال مثل ما يقول سامر عن استعمالات الواتس أب المشكلة مش في الواتس أب مشكلة فينا يعني أنا شخصيا مثلا عندي تليفوني لحد الآن شوفت البنات برة نوكيا قديم مجرد أرقام تليفونات مجرد التواصل مع الناس السلام عليكم عليكم السلام قضاء الحاجات فقط وعندي رقم ثاني سري ما أحد يعرف غير بس أخواني وأولادي عائلتي يعني المقرب لأناس المقربين جدا فقط أضفتهم على الواتس أب لأنني أحتاج للتواصل معهم لكن أني أضيف المثين شخص اللي عندي على التليفون أضيفهم للواتس أب ومثل ما قال أستاذ سامر أنهم حيشوفون حالاتي أنه وين أنا وشنو حطيت صورة وشنو ما في داعي فإحنا نرجع نقول المشكلة مش في البرامج نفسها لكن في وعينا إحنا إحنا الرقابة الذاتية علينا تعتمد على شخصين على شيئين عفوا الشيء الأول اللي هو الضمير والشيء الثاني اللي هو النضوج يعني إحنا تكلمنا عن الحالة قبل شوية الشخص اللي صاب يعني حادث سيارة لا سمح الله هو لو من مأذي نفسه هو لو مأذي عائلة ثانية ومأذي بهم إلى الوفاة لا سمح الله شده ممكن شوان حيتعايش بهذا الموضوع العمر كله أو الموظف الموظف اللي دي يروح الدوام دي يأدي عمله دي يأخذ فلوس مقابل وظيفته ومع ذلك هو هام الوظيفته وهم المعاملات الناس وقاعد من تحت الطاولة ماسك تليفونه وقاعد يتواصل فيسبوك كل تويته نعم استاذة الحين أنت مأخذ معاملة ورايحت لش أي دائرة أي دائرة حكومية ما بقولتش أو دائرة خاصة أو بنك أو أين كان ورايحت للي تخلصين معاملة دين تحصلين خذيتي كرت وقاعدة في الانتظار تنتظرين الرقم خلص الكستمر اللي جدامت وتفاجئين أنه الأخ الفاضل قاعد اللي على وانت قاعد عشر دقائق نص ساعة لا مالي ألاقة استخفاف بوقت المراجعين يعني استخفاف هاي اللي نقولها الرقابة الذاتية ونقول الضمير في العمل مو بس الموظف ترى حتى الطالب اللي عنده انتحانات وعنده دراسة وتارك انتحانات وتارك دراسته من شان يتواصل على التليفون وعلى المواقع التواصل الاجتماعي حتى ربط البيت اللي تارك شغلها ويمكن أطفالها وواجباتها المنزلية وهربت من هذه المشاكل للدخول إلى عالم الافتراضي تهربا من المسؤولية فهنا نقول الضمير والمضوج العقلي الإنسان شلون يقدر يتعامل ويعمل بيناتهم علاقة توازنية التوازن مطلوب جدا لا نحن نقدر نبتعد ونكون ناس سلبيين عايشين في القرن التاسع عشر ولا الثامن عشر ما نعرف أي شي عن شبكات التواصل الحديثة ولا نقدر نكون ناس مدمنين ما نعرفين شون نسيطر طيب ما الله أعطانا عقل والله أعطانا قدرة على التحكم وين الوعي وين الإدراك وين النظوج بهالمواقف اللي فهمت من كلامك أنه ما توجد ثقافة استهلاكية لكن خلينا نروح فاصل وبنعود إن شاء الله حياكم الله من يديد مشاهدينا العزاء الاستخدام السلبي للتكنولوجيا أخذ مناحي أخرى وخطيرة وأصبحت بوابة مشرعة لكل النفوس الضعيفة لتستغل عدم الثقافة والوعي والاستغلال هنا بيكون مع صبق الإصرار والترصد وبيات سوء النية موجود خلونا نشوف هذا الاستطلاء وبنعود لكم اللي هاكرز موجودين في كل مكان هي الصراحة أن السرقة هيتها تعتبر حرام ومفروض أن ما يستوي هالشي بس تعلم أنت ضعيفي النفس يسوون هالحركات وكل واحد عندها له لازم يفكروا هالشي قالوا ما يسوي هالشي إن هذا الشي مبصح أني أنا أسرق معلومة ومعينة أسرق خبر معين من تيلفون أو أني أسوي الطريقة هذه ممكن أن آي هادي يدخل في الكمبيوتر وينزله وهي عليها حقوق وليه حقوق طابعه وعليها أشياء من هذه القوانين ويصيرون ينزلونها وينشرونها أبو خالد شفنا التقرير وظن الصورة واضحة لكن أقدر أقول لك أبا حل لي ولي المشاهدين كيف يمكن نحمي خصوصيتهم والله أتكلم عن ثقافتين اللي نموجودة اللي هي ثقافة الوعل والاستهلاك وثقافة القانون كذلك يجب نشرها بين أفراد المجتمع حتى يعرفون اللي لهم واللي عليهم سواء في استخدام الإيجاب واستخدام السلب اللي موجود للأسف تصير في قضايا موجودة عندنا أربما ما يدركون شو هي العقوبات المترتبة على سوء الاستخدام وقالوا واضح الحمد لله بس للأسف ما في الطلاع عليه وكذلك من ناحية الإيجاب للأسف في أمور أحيانا كانت في السابق تحتاج تلميح لخصوصية معينة لعدم اختيار بعض المفردات لفارق السن الموجود في الوقت هذا أنا أرى أن لا بد أن يكون فيه تصريح علني لجميع المستهلكين سواء كأطفال في محيط المنزل أو اللي برأ بالأخطار اللي راح تواجههم من جراء سوء استخدام هذه الوسائل أستاذ سامر بما أنك خبير اتصالات أنا بأستغل وجودك وباك تعطيني طريقة إن شاء الله تكون صعبة من مشكلة سوف نفهمها أنا و المشاهدين سوف نفهمها إن شاء الله نحن نحمي أنفسنا من انتهاك الخصوصية مثال بسيط نحن قاعدين في كوفي مثلا قل لو انسحبت معلوماتك كلها أنا سمعت أن هناك مواقع موجودة في الهواتف يسحب لك كل معلوماتك من صور من نارقام كل الموجود في الهاتف يكون عندك طبعا لا يتمكن هذا الشخص من دخول إلى هاتفك المتحرك أو كمبيوترك الشخصي إلا أنت تسمح له يعني على سبيل المثال عدم إضافة أي أشخاص مجهولين لا نعرفهم يعني من لاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك يأتي إضافة من شخص أنت ما تعرفه أو يأتيك رابط تحميل أنه إذا بصفة مغرية لك أنه إذا أردت الاشتراك في هذه الجائزة اضغط على الرابط التالي هذا الرابط هذا يقوم بزراعة فيروس مراقبة لجهاز الهاتف المتحرك عندك أو الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أصبح الهكر إذا صح التسمي عليه قادر بالتحكم بجهازك وأخذ ما يريد من جهازك وأرساله إليه أصبح هو كمستقبل لجميع البيانات التي أنت تخزنها على موبايلك ننصح بعدم إضافة أي شخص ما بعرفه أنا شخص طلب مني أني أضيفه عندي على سبيل المثال بالفيسبوك فيني أفتح البروفايل أشوف هل محتويات الشخص تناسبني بعرفه ولا ما بعرفه لأنه اسمه تواصل اجتماعي تواصل اجتماعي يعني أنا بدي أكون الشخص أعرفه من قبل أو نشتغل في مجال معين هاي بالنسبة للمواقع التواصل اجتماعي بالنسبة لأجهزة التليفون طبعا كثرت بأنواعها العديدة وأصبحت هي عبارة عن كمبيوتر محمول أجهزة التليفون صارت عبارة عن كمبيوتر محمول نعم كمان نفس الشي ما منحاول نعمل بيرينج أو شبك بالبلوتوث من عدة أشخاص ما نلاحظ إحنا فيه مثل ما تفضلت على بالكفي شبات الكل فاتح البلوتوث والله أنا بعدت لك الرابط هذا ومحطوط تحت بالعنوان أنه مقطع مضحك أنت من باب التسلي أو من باب الفضول نزلت هالمقطع عندك هذا بس أنت ما عندك خلفية شو هذا المقطع فيه هل هو برنامج نعم أنت تفرجت على مقطع أنت تفرجت على صورة بس هل تعرف شو ما فيه خلفها الصورة هاي بقوم أنا قمت في إرسال إلك برنامج خبيث يقوم بإرسال إلي الصور تلقائيا أو الحصول على الأرقام الموجودة على سبيل المثال انتشرت الآن في برنامج لترو كولر أو برنامج اللي إظهار صورة المتصل أو رقم المتصل أنه أنا حمل هذا البرنامج عندك على هالتليفون وأي شخص مجهول مش مسجل عندك في الكونتكت إذا اتصل فيك بيطلع لك اسمه إحنا بننعي هذا البرنامج كيف يشتغل أيضاً نمبر بوك بعد نمبر بوك والترو كولر نفس المبدأ هذا عبارة أنت فس نزلت الجهاز سمحت لهالبرنامج بأخذ جميع بياناتك وجميع بياناتي وجميع بيانات المشاهدين وتجميحهم في سيرفر واحد لما أنا يتصل فيه شخص معين أكيد رح يفوت على السيرفر ويطلع على الشخص الموجود لذلك لاحظ النمبر بوك أو الترو كولر في أرقام كثيرة ما بقدر يحصلها لأنه الداتة اللي سحبها من عندك أو الأرقام أو الشخص أو على سبيل المثال آخر بصورة مبسطة منحاول أنت سجل اسمي مش سامر عارفة سجل اسمي اسم مغاير لاحظ لما يتصل فيه شخص ورقمه رح يطلع نفس الرقم المسجل عندي لذلك هذا البرنامج يقوم بأخذ جميع الأرقام الموجودة عندك وحفظها في سيرفر خاص فيه لذلك إحنا هالبرنامجين خصيصاً هذولة ما منفضل تنزيلهم لإلهم انتهاك نوع من انتهاك الخصوصية الشغلة المهمة عدم وضع الصور الشخصية في برامج المحادثة أو إرسالها للأصدقاء لأنه أنا الحين هذا صديقي وأرسلت له صور عائلتي صور أشخاصي صور أطفالي بس في المستقبل ما عرف أنا شو رح يصير بينه وبينه هل رح يستغلها الصور هاي لأسباب تأذيني في بعض الأشخاص بفوت على مكان معين أو بعض الخوات بتفوت على مكان معين بتصور حالة مشان تثبت للناس أنه هي الحين موجودة على انستجرام بالضبط موضوع الانستجرام هل هالصورة هاي على الانستجرام طبعاً مثل ما فيه انستجرام فيه برنامج آخر اللي هو الكابتشر الكابتشر أنا أنت حطيت صورة من باب مشاركة أصدقائك الفرحة اللي أنت فيها أو الحدث اللي أنت فيه بس هل أنا بعرف نوايا الآخرين أنا ما بعرف نوايا الآخرين يمكن أخذ هالصورة هاي وأنا أعملها شوية دبلجة وشوية مونتاج وتطلع في أماكن أخرى معلومات قيمة جداً أنا استفدت منها شخصياً لكن أنا باستغلك بعد أدنى جمهور عندهم مسئلة قد تضطر بعض الأمهات للخروج وترك أطفالهم في المنزل فكيف فعل الأم أن تحمي أطفالها من الاستخدام السيئي للإنترنت أو الدخول إلى مواقع غير مناسبة لسنهم طبعاً من أكثر الأخطاء الشائعة التي توقع فيها جميع الأمهات للأسف أنه بيعطوا الآيباد أو الأنترنت أو اللابتوب لتلهيط الطفل الطفل يجب عليه أن يكون عنده وقت محدد فقط أحدد له وقت نص ساعة ساعة فقط في اليوم في استخدام هذا التطبيق أو هذا الجهاز هذا الجهاز نعم يمكن أنه أنا يساعد طفلي للتنمية العقلية إذا وابتكارات أخرى فيه بس بنفس الوقت يمكن أن هذا الطفل بنفس الوقت يدمن عليه مثل ما أدمنوا الكبار على الواتس أب سنتعرف الآن على ميزة طبعاً هذا الجهاز فيه الميزات وفيه درء للمخاطر سنتعرف الآن على ميزة موجودة في جهاز الآيباد على سبيل المثال مثل ما تفضلت الأم حبت تروح وتركت لعبة للطفل طبعاً هذا الجهاز فيه أنترنت فيه كاميرا فيه يقدر الطفل ينزل ألعاب أخرى غير الألعاب الموجودة سنتعرف على أوبشن موجود في الآيباد بعيق استكشاف الطفل الموجود طبعاً أنا بفضل دائماً الجهاز اللي بلعب فيه غير الجهاز اللي يكون خاص في الأب والأم لأنه الجهاز هذا عليه صور يمكن الطفل بلا إرادياً بكم كبسة يكون باعت إيميل له الصور الشخصيات لذلك أنا بفضل في الدرجة الأولى يكون الجهاز يلي مستخدمينه الأهل للأطفال غير جهازهم الشخصي على سبيل المثال نحن نذهب على الستينج لاحظوا في الستينج أننا شغلات نحن نحطيها بالعربي طبعاً نذهب على الجنرال على العام إذا مننزل لتحت نلاقي كلمة مكتوب عليها قيود القيود هاي فينا نحطها نحن في رمز سري رمز سري نعمل قيد نحن نعمل كنترول على جهاز الآيباد فينا نحط الرقم السري اللي نحن بدنا على سبيل المثال نحط شوفوا لاحظوا الحين موجود جميع التطبيقات الموجودة على الآيباد منها الكاميرا منها التطبيق منها شراء منها منها الأبل ستور نفسه الأنترنت لاحظوا الحين أنا أول كلمة عندي سفاري اللي هي المقصود فيها الدخول لعالم الأنترنت أنا إذا عملت لها سكرت السفاري وسكرت الكاميرا من هون حطيت له موافق لاحظوا إذا رجعنا للمان سكرين أو لهاي ما عد في شيء اسمه كاميرا اللي أنا سكرتها من الآيباد لذلك الطفل ما عد يفوت على الكاميرا ما عد يفوت على الأنترنت أنا حصرت فقط طبعا للي بدي أيا أنا حصرت فقط طفلي طريقة جميلة وسهل جدا يعني أتوقع أنه واضح يعني طريقة سهلة نحن نشكرك كلامك جدا جميل باخذ كلمة أخيرة من الأستاذة نبراس إحنا نحب المظاهر أنا مثلا أي شخص يحب مظاهره يحب يصور نفسه نصيحتك والله هو بصراحة موضوع الصور الشخصية ونشرها لأجل التباهي خلي نقول أو أحيانا ما عرف يعني شو الإنسان يحب يعيش نفسه في هالة معينة من الضوء فيحب يرسل صورة شخصية أو يخبر مكانه أنا في البلد الفلاني أنا في الفندق الفلاني أنا نوع من الاتباهي يمكن لكن هي حرية شخصية تبقى يعني أولا وآخيرا حرية شخصية الإنسان من حق أن يسوي أي شيء لكن إحنا نقول أنه خلي الإنسان هذا يكون حذر لأنه بالضبط مثل ما قلنا قبل شوية ما نعرف نوعي الآخرين يعني الله أعلم يمكن أنا أحط صوري مع أولادي وفرحانة وده أضحك ومستنسة ويمكن أكون شخص حاسد إلي أو حاقد علي فيصيبني يعني ولي عن حق ممكن يصيبني بدون ما أنا أشعر أو يعني أناس مشهورين أو مثلا فنانين أو دعاة أو كذا يحطون يمزجون ما بين صفحاتهم الرسمية اللي هي المفروض إحنا نتابع أخبارهم عشان نعرف مثلا هو دينطي محاضرة في المكان الفلاني أو في المسجد الفلاني عشان نتابعه يعني إذا بنا نتفاجأ أنه أحد صور شخصية مع أولاده مع أطفاله وهو معارف مثلا أنه معظم المتابعين إلى قد يكونون قاعدين يتصيدون أخطاء أو قاعدين ينتظرون الزلة إلى عشان بس يمسكوها عليه فهذه الأمور الواحد يكون المفروض حذر من عدها جدا شكرا الأستاذة نبراس على هذا الكلام القيم مشاهدين الأعزاء وقفنا اليوم في يمعة خير على موضوع التكنولوجيا السلبية وحاولنا نغطي هذا الموضوع المهم من كل الجوانب النفسية والاجتماعية وتحديد مفهوم الثقافة الاستهلاكية لهذه التكنولوجيا وفي ختام هذا اللقاء أحب أشكر كل ضيوف يمعة خير لهذا اليوم اللي أثروا في البرنامج السيد سامر عرفة خبير اتصالات والأستاذ محمد الكعبي مشرف تربوي والأستاذة نبراس الملة مستشارة العلاقات الأسرية شكرا جزيلا لكم أيضا كل الشكر للجمهور الموجود معانا وشكر للحالة اللي كانت معانا في حلقة هذا اليوم إلى أن ألقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة